السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون اختبار منتصف الفصل الثاني فصل الجمع للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول أجدوا الناتج وأحدد الخاصية تسعة زائد صفر يساوي تسعة هذه الخاصية تسمى خاصية العنصر المحايد اثنين تجميع ثلاثة واربعة زائد اثنين ثلاثة زائد تجميع اربعة واثنين نقوم بجمع ما بداخل القوس أولا سبعة زائد ثلاثة زائد اربعة سبعة زائد اثنين يساوي تسعة ثلاثة زائد ما بداخل القوس أربعة زائد اثنين ستة ثلاثة زائد ستة يساوي تسعة هذه الخاصية تسمى خاصية التجميع الجبر اكتب العدد المناسب في الفراغ وأحدد الخاصية اثنين زائد سبعة زائد فراغ يساوي اثنين زائد سبعة زائد ثلاثة اذا هنا بيكون ثلاثة اذا كانت الاعداد مرتبة بنفس الترتيب اثنين بعد اليساوي اثنين سبعة ثم سبعة ثلاثة ثم ثلاثة اختلف فقط الاقواس كان تجميع الثاني والثالث اصبح تجميع الاول والثاني ترتيب الاعداد كما هو اذا هذه الخاصية تسمى خاصية التجميع اربعة فراغ زائد اربعة يساوي اربعة زائد سبعة اذا هنا بيكون كم سبعة سبعة زائد اربعة ثم بدلهم اربعة زائد سبعة اذا هذه الخاصية تسمى خاصية الابدال سؤال خمسة ستة زائد فراغ يساوي ستة ما هو العدد لنجمعه مع الستة ويعطيني ستة هو الصفر هذه الخاصية تسمى العنصر المحايد الجمعي هذا بالنسبة الى سؤال خمسة ننتقل الان الى سؤال ستة اختيار من متعدد اختار العدد الذي يجعل الجملة العددية سبعة زائد اثنين او تجميع سبعة واثنين زائد تسعة يساوي فراغ صحيحة مما يأتي هل هو ثمنطعش او واحد ثمانين او ثلاثة وعشرين او مئة وستة وعشرين في البداية طبعا نقوم بجمع ما بداخل القوس سبعة زائد اثنين يساوي تسعة وعندي خارج القوس زائد تسعة اذا تسعة زائد تسعة يساوي ثمانية عشر اذا النتيجة هي الف ننتقل الان الى سؤال سبعة قام عامل نظافة بتنظيف واحد واربعين نافذة اليوم واربع وخمسين نافذة يوم امس اجد عدد النوافذة التي قام العامل بتنظيفها خلال اليومين ما قال لي لا اقدر ولا شيء كما هي اليوم ويوم امس نقول لي واحد واربعين في هذا اليوم والامس كان اربعة وخمسين نقوم بعملية الجم واحد زائد اربعة يساوي خمسة اربعة زائد خمسة يساوي تسعة اذا عدد هذه النوافذ هي خمسة وتسعين نافذة هذا بالنسبة لهذه المجموعة ننتقل الان الى المجموعة التالية اشترت هند ثمان زهرات نرجس او نرجس بري وثلاث عشر زهرة قرنفل هدية لوالدتها اقدر عدد الازهار التي اشترتها هند بما ان قال لي تقدير طبعا الثمانية يتم تقديرها طبعا بما ان قال لي يقدر الى العشرة الى العشرة وقدر وعندي ثلاثة عشر ثلاثة بخيل ما يعطي اذا نقدرها ايضا الى العشرة فهذه طبعا بتصير عشرة زايد عشرة يساوي عشرين تقريبا لو قال لي يحسب عدد الازهار كاملا نقول ثمانية 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 زائد ثلاثة عش يساوي واحد وعشرين زهرة لكن هو قال لي اقدر التقدير الثمانية يعني عشرة نخليها والثلاثة عشر ايضا عشرة اذا التقدير قريب الى الحقيقي اذا عشرين زهرة تقريبا ننتقل الى السؤال التالي اقدر ناتج الجمع باستعمال الاعداد المتناغمة 45 يناغم العدد هذا طبعا نخليه بما انه من مضاعفات الـ 45 37 خليها كم 35 4 زائد 3 7 70 وهنا عندي عشرة 5 زائد خمسة عشرة 40 زائد 30 يساوي كم 70 اذا ناتج كم 80 الـ 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 الافضل نخليها عشرة تتناغم معين الـ 46 خليها كم 50 10 زائد 50 يساوي 60 ننتقل الان الى السؤال الحادي 10 اشترت المعلمة المستلزمات الصفية الموضحة أدناه وقدر مجموع أعداد هذه المستلزمات باستعمال التقريب احنا قلنا الـ 28 نقدرها إذا كان الآحد ثمانية كريم يعطي الاثنين إذا نقول الـ 28 قدرها إلى كم للـ 30 35 أيضا الـ 5 كريم نضيف إذا نقول الـ 35 الـ 5 كريم يعطي الثلاثة يصبح أربعة ونضيف الصفر ما مجموع وقدر قال لي باستعمال التقريب نقول لها 30 30 زائد 40 يساوي 70 ننتقل الآن إلى السؤال الثاني عشر والأخير اكتب كيف يمكنني تقدير ناتج الجنب استعمال الأعداد المتناغمة طبعا يتم التقدير إلى أقرب عدد أحده صفر أو إلى أقرب عدد أحده كم خمسة وبذلك يسأل التعامل معاه في عملية الجنب فمثلا العدد مثلا نقول 41 41 قريب إلى وين الواحد هذا الأحد قريب إلى الصفر فالأفضل نخلي 40 مثلا 44 قريب إلى الأحد الخمسة فنخلي هذا كم 45 وهكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته